نحن نتكلم النهاردة المحاضرة بتاعتنا عن الستيل ستير والسلالم قلنا انها ممكن تكون معمولة من الخشب ممكن تكون معمولة من البريك الطوب العادي او من الحجارة او من الستيل او من الخرصانة او ممكن من اكتر نوع من المتيريا طبعا يعني الموضوع في السلالم يا جماعة مفروض انه هو بينقصب شرقيا شق انشائي وشق معماري محدش يقدر يعمل سلم انشائي بدون ما يكون عنده التأسيمة المعمارية والمفترض ان حضرتكو اخدتو في مادة الانشاء المعماري اللي كانت بسنة تانية اعتقد اخدتو ازايت يعملو سلم معماريا انه من ابسط الحاجات المهانسة الانشائي بيعملها وبالرقب من كده ما بيعملهاش يعني مفروض المهانسة بمعماري يعملها يعني وانتو كان مفروض ان انتو كل الناس اللي عندهم ادوار متعددة سواء كان دور واحد او دورين لازم يطلع بسلالم كان لازم تروحوا للناس في عمارة يحللكوا موضوع السلم او تلجأوا لزمائلكم والموضوع بسيط او لكن لكن احنا هنعمل ايه؟ يعني طبعا اذا ما يلقبتو عمارة على عكسوكو هم انشط منكو شوية في الموضوع ده يعني هم بيعملو في سنة تالتة حاجة اسمها مشاريع الوركينج مشاريع الوركينج دي بيطلبوا منهم ان هم يحطوا سيستم انشائي يتحل فهما بيلجأوا لنا في هذا الموضوع ويقولوا لنا يا جماعة تعالوا يشوفوا كده الكاميرا بفوت وطلع كام سواء كانت خرصان او ستيل السيستم كده ستيبل او الان ستيبل باساساتهم بطلقوا في هذا الموضوع لكنها الحقيقة سيبتو ايه؟ متدلعين شوية على عموم اه السلم انا همسح بقى الكلام ده بعد الشي انا لأسف يعني انها مش مش شاطر في الهدام ايه ايه اه السللم يا جماعة لازم تبعوا عارفين ان سلم ده هو بيرفعنا من منسوب لمنسوب لازم تكون عارفة المناسيب اللي انت بتمتدي منها واللي تنتهي عمنا ومكونات السللم هي مفيش فيها غير ثلاث حاجات او اربع حاجات بسيطة جدا لازم تعرفها اول حاجة لازم تعرفها اللي احنا بنسميها الرايزر الرايزر دي هي المسافة ما بين بداية الدرجة وبداية الدرجة اللي فوقها اللي انت شايفها والدامة دي ماشي الحاجة التانية اللي بفروض تعرفها اللي بيسموها تريد او بيسموها جوين في بعض الاحيان تريد او جوين تمام اللي هي المسافة الافقية للدرجة يبقى دول الرايزر والتريد لازم على الاقل في كل قلبة يكونوا متساوين ماشي متغيرين علشان لو حصل اي فرق ميلي او نص ميلي فيهم بتلاقي الناس بالكعب اللي هي طبعاً ماشي متغيرين علشان اللي بيسموها النوزنج وده بيبقى موجود يعني ده يهمك في الخرصانة اكتر يعني لكن احنا في الفلسطين بيهمنا الرايزر والتريد زاوية ميل السلم اللي بيسموها البيتش وده بتعتمد على نسبة الرايزر الى الجوين او الرايزر الى تريد تمام؟ البيتشلين هو الخط الواصل ما بين النوزز بتاعة الدرجات البسطة بتاعة الاستراحة اللي احنا بتسميها بسطة السلم تمامها اللاندينج اللي هي المسافة الوفقية اللي بيبتدي منها السلم وبيتهي عندها المين هيد هي المسافة ما بين البيتش لاين ده وما بين اقرب نقطة لها في السقف بتاع السلم بتاع دوله اللي فوقها فده المين هيد المسافة ما بين الليفل اللي انت طلع منه والاليفل انت تنتهي عليه هو التوتال رايز اللي هو طبعا عندكو في المسألة بتاعتكو هو المسافة ما بين الدور اللي انت طلع له والدور اللي انت طلع منه مقسوما على عدد القلبات طبعا مفيش سلم من غير هند ريل ده الهند ريل بتاع السلم بتاعنا ده الهند ريل ده يا جماعة له موظفات ولو تصميم بس احنا في الحالة بتاعيتنا السنة دي في مشروع تخرج ماشي هنصممه لكن بخليك عارف وحط بزهنه كويس ان الهند ريل ده لو كان ستيل الهند ريل بتبقى سلم سيكشنز قطاعات رفوية جدا فلازم اللوت ده ممكن يؤثر عليها عشان كده بنصمم هذا كله ولو تصميم في الأحمال صمم عليها طبعا في الهند ريل ده بقى في منه الاجزاء اللي مرتبطة بالسلم الرئيسية الرئيسية زي الجزء ده كده وده واخد بالك وفيه اجزاء رئيسية عرضية زي النهائي لفوق وبعد كده فيه سبيسرز دي وصفتها الوحيدة انها تمنع الاطفال الصغيرين او اي حد الخاف انه يحصل له اي حاجة يغمع ليه وطلع السلم ما يتزحلقش ويقع ما بين الهند ريل اوكي اه انواع السلالم احنا نتكلم قد دلوقتي مع ماريا امتكلماش لسه انشاء خلص الانواع السلالم بتبقى في عندنا سلالم قلبة واحدة وفيه سلالم كتير هتشوفها دلوقتي حتى في الصور القلبة الواحدة اللي هي بيسموه ستريت فلايت يعني بياخد من المنسوب اللي هو طالع منه اللي هو ده الى المنسوب العلوي اللي هو ده قلبة واحدة من السلالم ماشي ده ايزومتريك درون ودي بلان درونج لسلم بتاعنا وعندنا نفس الستريت بتاعنا بس مش قلبة واحدة فيه تو فلايت يعني هنا بيطلع عدد بدرجات وبعدين يستريح يمشي افق شوية وبعدين يكمل عدد بدرجات وهنعرف كمان شوية ايه السبب اللي بيخلينا نعمل كده يعني احنا مفروض ان الانسان الطبيعي عشان ما يتعبش او ما ينهجش كتير طبعا الكلام ده بنتكلم عن الناس اللي هم يقدروا يطلعوا سلالم بدون مشكلة لكن فيه طبعا كبار السن والكلام ده بينهجوا من ايه من السلم زينا كده يعني لكن المفروض ان ما يطلعش الشخص الطبيعي اكتر من 14 درجة متصلة لازم يستريح سواء استريح هنا في الريست دي لاندين دي وكمل في نفس الاتجاه وممكن زي ما هتشوفه في الصفحة اللي بعدها يبتدي يغير اتجاه السلم ممكن يبتجاهين بيسمون كوارتر تيرن زي دول او ممكن يلف ويرجع تاني للسلالم التقليدية زي ده القلبتين دول وبقى فيه بينهم اللاندينج اللي قدامنا في النص ده بعظم السلالم الطبيعية تبقى بهذا الشكل اوكي يا جماعة طيب وممكن السلم ده بتعمل مروحة يعني الحتة بتاعت اللاندينج دي تتعمل كأنها برضو يستفيد منها لما يكون المساحة دقيقة بس الكلام ده بيبقى صعبة او فلسطيل بيبقى في الخلاصانة ممكن لكن فلسطيل صعبة ممكن فيه السلالم لما يكون المكان قاديق وقاديق بقى وشفناك كتير في المحلات التجارية لما بيكون مش عاوز يوست اي مساحة فبيعمل السبيرل ستير او بيسموه الهيليكال ستير بيبقى عمود واحد في النص زي ما انتم شايفين كده ويطلع منه الدرجات بتاعته طلع كانتليفر زي ما انتم شاهدوا الهيليكال ستير بالشكل اللي قدامه طيب المواصفات بتقول ليه يا جماعة بتقول حاجات كتيرة قوي لازم نعرفها بتقول ان الهيدروم بتاعنا بتاع درجة السلم المسافة من البيتش لائن لغاية السقف بتاعنا متزدش عن اثنين متر عشان الشخص اللي طويل شوية ما يفعلش راسه في السدور اللي هو بيقول ان الهندريل ده بتاعنا بيكون المسافة بين المسافة اللي بسك فيها الشخص اللي هو طالع المسافة بينهم ما تقلش في حدود التسعين سنتي ما تقلش عن كده عشان السلم ما يبقاش دايق أو يعني ياخد شخصين مثلا وطالع بتقول ان الريزر بتاعنا دي بتكون ارتفاعها في حدود في حدود المية وثمانين ملي مية وسبعين ملي مية وستين مية وخمسين زي ما انت عايز سمستاشر سمتاشر بعد احيان الكلام اللي بشوفه ده قدامي ده بالنسبة للسلم اللي هي في محتاجة الناس تطلع مرتاحة زي مبنى مبنى إداري الكلام ده فبيبقى الهايز بتاعنا مية وخمسين لمية وثمانين ملي لكن في بعض السلالم المستخدمة في المناطق الصناعية والكلام ده عشان دي المساحة فممكن يوصل بها لغاية عشرين وعشرين وعشرين سنتي اوكي لكن احنا بنتكلم على السلالم المريحة بتكون من مية وخمسين لمية وثمانين ملي الـgoing دي بتبقى في حدود conn2 summer 50 بس في علاقة بين الـrise والـgoing ه وقالك كمان شوية الـre 69 في حدود conn2 summer 50 لكن زي ما قلتلكم مش به نضرورة في علاقة ما بين دي الرـيا وما بين الـret هنعرفها حولا ارجو يا جامعة اللي فاتح الايك يقفلوغشان الصوت دايماً يا جماعة الاندينج دي بتكون لها علاقة بعرض السلم يعني لو كان عرض السلم ده اخدناه 90 سنتي يبقى الاندينج دي مينمم 90 لو كان المتبسط في السلم دي او عرض السلم ده مثلا متر بناخد دي اللاندينج دي متر بنخليها دايماً اللاندينج عرضه زي عرض السلم عشان الشخص لو فيه مثلاً تلات اشخاص طلعين مع بعض وهما بيلفوا ما يبقاش يبقى المساحة كلها تقضيهم وهما بيلفوا في السلم زي ما انتم شايفين كده اوكي اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا الريزر بتكون من 150 ل180 الجوينج في حدود 250 لكن هنحسبها حالاً حالاً خلاص واتفقنا ان ارتفاع السلم بيكون لغاية رأس الشخص اللي طالع السلم من اول البيتش لائن لغاية السقف اثنين متر المسافة المفروض ان الارتفاع بتاع الهندريل بيكون في حدود من 75 إلى 90 سنتي علشان محدش يعني ايه الشخص الطبيعي يبقى مسنود بصورة كافية سيف وهو طالع يعني لا تقريباً ملخص للمعماري بتاع اوكي طبعاً انا عاوز اعرف دلوقتي طبعاً احنا اتفقنا للمسافة دي بين 90 المسافة دي بتكون في حدود بين البرير ده اللي هو الاخير اللي بناس بتمسك عليه بيتصمم لكن احنا بش نتصممه دلوقتي المسافة ما بين الهندريل دي في حدود المئة ملي عشان ما يقعش ايه؟ ما يقعش حاجة دايرة في حدود المئة وخمسين ملي تقع من السلم يعني اي حاجة قطرها مئة وخمسين ما تقعش من السلم طيب تعالوا نشوف فاق دلوقتي احنا لو عاوزين نحسب عدد درجات السلم وارتفاع الرئيز انت عندك مثلاً ساي انا بطلع من المنسوب ده للمنسوب ده المسافة ما بين المنسوبين دي لو باتين وسبعين سنتي اتنين متر سبعمية انا هقول الرئيزة بتاعتي تقريباً سبعتاشر ونوص سنتي تقريباً هافترض الاول كده خلاص مفروض ان المقسم الارتفاع اللي هو الاتين سبعمية على سبعتاشر ونص سنتي هيطلع لي خمستاشر وينتفور درجة او ريز يعني مفيش حاجة اسمها خمستاشر وينتفور طبعاً يبقى هناخد خمستاشر درجة يبقى هجيب الاكتشول ريزة بتاع السلم اللي هي الاتين سبعمية على خمستاشر هيطلع مية وثمانين ميلي بالزل او اتنين سبعمية على ستاشر يطلع مية تمانين وستين بوينت سيفين فايف ميلي بالزل الاتين صح انت حر تعمل اللي انت عايشه يبقى احنا عرفنا عدد الريزة بتاع السلم انا هافترض ان انا هستخدم تمنتاشر مية وثمانين ميلي هي الارتفاع خلاص يبقى عدد الدرجات عندي هم خمستاشر درجة خمستاشر درجة خلي بالك من حاجة مهمة ان مفروض ان في علاقة ما بين تحكم تربط ما بين الريزة والجوينج اللي هي اتنين رايزر زائل جوينج اللي هي قدامي دي معمارية علاقة معمارية ما تكون ما بين خمسة وخمسين الى سبعين صمت لو انت خد في النص يعني اتنين وشتين صمت ونص دي ليه معمولة يا جماعة معمولة علشان ما تزوجش التريد قوي او جوينج لو زادت هتلاقي ان الشخص يضطر ان هو يطلع السلم ياخد خطوتين فوق درجة السلم خطوتين فوق درجة السلم دي دايق قوي وممكن تكعب للناس اللي طلع خلاص فبالتالي انا بعمل ايه لازم يكون كل ما الريزر زادت كل ما الجوينج تقل عشان الشخص الطبيعي عشان يطلع مرتاح يحط رجله على درجة السلم مرة واحدة وينقل رجله التانية على الدرجة اللي فوقها كل ما تزيد الريزر هتلاقي ان الجوينج قلت وكل ما تزيد الجوينج دي هتلاقي الريزر قلت طالما انت بثبت على البساخة الـ 62 سانتيونسو يعني لو انا اخذت الريزر بتاعتي اهي 62 سانتيونسو اتنين رايزر زادت الجوينج بتساوي 62 ونسو يبقى تجيب الجوينج بتساوي او تريد بتساوي 625 ناقص 2 فيه 180 هيطلع لك ان الجوينج بتاعتنا 26 سانتيونسو خلاص يبقى انا صممت السلم معماريا دلوقتي معماريا يعني قلت ان انا هطلع من منسوب صفر لمنسوب 2 سانتيونسو عن طريق خمستاشر رايزر والخمستاشر رايزر دورت فاحهم 18 سانتيونسو والتريد بتاعتهم او عرض الجوينج بتاعت السلمة 26 سانتيونسو تمام؟ يبقى دا السلم بتاعتي اهم حاجة عندي بقى هنا ان انا لازم اخد اكون وقت اول حاجة ان انا اعرف ان هل هعمل السلم دا؟ طبعا الكلام اللي بيعملوا المعماري لكن انت النهاردة عشان انت بس مش عايز تلجأ لحد من زميلك المعماريين في الكلام دا لو انت روحت لحد من زميلك حلقوا لك بفيش مشكلة غرص انا مهمنيش هذا الكلام فبس بفضل معلومة معمارية واحدة ان انت مفروض ان قلب بتسلم الوحدة ما يزدش فيها اكتر من 14 جوينج طبعا انت 15 رايزرز دي لو انت عديت رايزر جوينج كده هتلاقي ال 15 رايزر بتساوي 14 جوينج فممكن تاخدهم في قلبة واحدة لو عايز تقلبهم على قلبة ويبقى خلاص من حقك يعني طبعا الارتفاع اللي احنا طرح ايضا الارتفاع سوهاي القاوة 22 ممئة نظامكو هيلاقي نفسه محتاج عدد درجات اكتر من الجاس اوكي يا جماعة ده شكل السلالم الانشائي ولازم نيجي بقى هنا نلجأ نبص شوية في التفكير قبل ما ننقل على شكل الانشائي عشان نعرف النظم الانشائية للسلة عايز افتح لكم لو حد عاوز يسأل في الجزء البعماري لو حد عاوز يسأل في الجزء البعماري يتفضل يرفع ايده وانا ايه ارد عليه خلاص كده ما بيش حد عاده اسئلة في البعماري بتاع السلالم خلاص اوكي وانت اسئلة مثلا لو سلم قلبة واحدة او قلبتين يعني انا محدود برثي انت حددت عدد الدرجات حددت عدد الدرجات طب عدد درجات دول حددتهم طوله 18 ماينفعش تعمل قلبة واحدة 18 درجة ما احنا قولنا ماكسبا عدد الدرجات هو 14 فقط يبقى هتضطر انك تعملهم على قلبتين مش منطقي انك تعمل قلبتين مش قد بعض فال 18 درجة هتعملهم 9 درجات و9 درجات كنتيني كده؟ نعم 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 تمام هم في حد تاني عاوز يسأل من البنان انت على الانشائي؟ انا مفروض دلوقتي ان انت الانشائي بس هنا هافتح معك الموضوع ما فيهوش تصميم لان التصميم كله انت اخدته قبل كده نمر واحد اول حاجة لازم نعرف ان درجة السلم بتاعتنا دي دي الستاب في السلالم الستيل بتبقى 90% منها دي بتبقى شاكرد بليت لو فيه حد مش عارف يعني ايه شاكرد بليت يسألني دلوقتي تحدي دي الانشاء مين اسألني انا يا دكتور ماشي شاكرد بليت شاكرد بليت ده انت شو بتشوفها اكيد في ارضيات الورش وكلام ده او كان زمان اللي بركب منك اوتوبيستات في ارضيات الوتوبيس بتبقى عبارة عن ستيل بليت تخمتوا سابتا يعني انت لما تنزل الماركت تشتريه هتلاقيه إما خمسة على سبعة إما ستة على تبانية بيبع عبارة عن هفتح لك سلايد حالا دلوقتي لحظة واحدة هفتح لك سلايد تشوفه ونرجع تاني كامل شايف ده؟ بيبع عبارة عن ستيل بليت تخده خمسة ملي سبعة ملي وفيه بروزوات أو نتوءات كده بالشكل ده علشان تعمله خشونة ما يتزحلقش اللي بيبشي عليه هم تاني؟ هو لما مصمموش يعني هو بيبقى يعني انت لأ هتصممه هتصممه بس هو بيتبقى انت مضطر انك تستخدم التخانة خمسة ملي أو تخانة ستة ملي مفيش غير كده مفيش انواة اعجر خمسة أو ستة في امتين كده؟ مفيش غير 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 كده الي شايفها؟ ال Estatical System بتاع الستيب دي خلوا بالكم لو خرجنا برا الميتنج يا جماعة هنرجع تاني على نفس اللينك ها نفس اللينك هيدخلكو تاني هنقش تاني في ساعات تعرضوا يبقى فيه بيم اهي ادي واحدة او وبعد واحدة ميلة بهذا الشكل لكن دي سيبلي سبورت ممكن يبقى كونتينو اسل سبورت زي بانتوا عاوزين خلاص ادي شكل سلم طالع اكتر من دور بيبقى عندي قلبة وادي اللاندنج وادي قلبة تانية وبيخش على الدور ده وبعدين يبتدي ايه يحصل نفس الشكل ده ماشي يا جماعة وهنا في النص ايبا بحط كاميرا في منصوب نص الدور او بحط اعمدة بوست سين ماشي ادي قلبتين لسلم ستيل بهذا الشكل ستاندرد تايب بتاعنا ادي الدرجات ستيبس اهي دي ستيب ودي ستيب ودي ستيب ودي الستير بيم اهي ودي اللاندنج اهي ودي عمود صغير اللي هو البوست اللي في نص الدور ودي عمود كبير شايل عبد الحرف ممكن اشيل العمود ده خالص وخلي الكاميرا بهذا الشكل ماشي خلاص ادي شكل الدرجات مع الستير بيم بهذا الشكل سامل ادي شكل اللي سلم كل دي اشكال بتباين لك بس السلم عمل ازاي خلاص ده السلم اللي كان نقولها ليك وارتر يعني عندي قلبة ودي لاندنج وقلبة عمودية عليها بهذا الشكل ودي اللي ستيبس اهي ماشي هنا عمل شكل معماري شوية عمل لاندنج فيها دايرة ده سلم في مصنع طبعا شكله وهو لسه بدهانش بالبرايبر كوتين اللي هو عمله ادي اللي هي الشاكرد بليت ملحومة في عبارة عن التشانل لو انت شايف اهيه دي تشانل ودي الهندريل راكب بهذا الشكل اللي كان عندك بالزبط الهندريل ده تمام ادي درجات السلم اهيه ادي الرايزر وادي الجويج او تريد ماجي والدرجات بهذا الشكل ساعات بيستخدموا بدل الشاكرد بليت ده بيستخدموا الستيبس دي اسمها جريتنج شايف دي كده اسمها جريتنج الجريتنج ده عبارة عن مصبعات بهذا الشكل بتبقى مصبعات كده وعلى مودي عليها مصبعات دانية بحيث دي ما بتحتفزش بالرمل لفوقها الشاكرد بليت دي لو انت راجع طالعين العمال حزيتهم فيها رمل الرمل ده بيفضل فوق الستيل ممكن يتزحلقه عشان كده بيعمل بيحطه الجريتنج ده بيبقى افضل في بعض الاحيان عشان ما يحتفزش برمل لفوق ودي الستير بيم اهو زي ما انت شايف اهي ودي الهندري في اي استفسار بالنسبة لدي شكل سلم اهو تقليدي جريتنج وفي شكل سلم شاكرد بليت ادي جريتنج قدامك اهو شايفو مصبعات ستيل اهي وملحوم فيها ستيفنرز بالعرض ادي شكل الدرجة اهي ده كروس اكشان بتاع الستيل ستيب تبقى كوندو فورمد بتشكلها على البارد اهي ده نص الارتفاع مش الارتفاع كله ليه؟ عشان يدي ادي فرصة للدرجة اللي فوقها يبتني كمان منها حتة دي نص الارتفاع اللي فاتح المايك يقفلو منفضلوكو يا جمع ده سلم هو معمول على ستريت بفيش فيه مشكلة على وجهة ده سلم هروب على وجهة بابنا او مصنع كل ما يعمل مثلا 14 درجة بتوعنا بيعمل لاندنج يستريح ويطلع ده 14 ويعمل لاندنج يستريح وهكذا دي لاندنج ودي لاندنج ودي لاندنج واخد بالك ده سلم ستريت كل دي اشكال سلامة طب تعالوا بقا شوفنا عنهم دي ستندر تايم اي لاندنج هاي لأي سبب من اسباب ودي الدرجات هاي المسافة من هنا لهنا كده زي ما انت شايف المسافة دي كده شايف اهي دي الريزر المسافة دي هاي الجوين لو احنا حبنا نقرب شوية هنخرج بره هنقرب لوكو شوية هتلاقي ان الدرجة بتاعت السلم دي ربطنها بزاويتين بمصبرين عشان تتركب في الموقع وممكن تتلحم ويجي السلم كله حتة واحدة زي ما انتوا عاوزين اوكي يا اخوانا طيب ودي سلم تاني الهندريل بتاعه ودي الدرجات ودي الاستر بيم واللي فاتت دي ودي الانترميديا بيم اللي في نص الدور اللي هنا خلي بالك ان اي سيستم تقدر تحل انت طالما عرفت الستاتيكال سيستم بتاعه يبا احنا اتفقنا مع بعض ان الكاميرا دي عليها تتحل كسيمبل سابورت على الايه الاتو ستير بيم يعني سبانها بيبقى متر مسلا ولا حاجة الستير بيم بتتحل كسيمبل سابورت على الانترميديا ديم او الضوء في الفلور وعالارض تقدر تتحسب المومنت عليها اللود والمومنت وتصممها كتشانل سيكشن دايما بنستخدم في معظم الاحوال بنستخدم التشانل سيكشن في السلالة طبعا الهيليكال ستير لسيستم تاني خالص لان الدرجة نفسها تبقى خارجة كانت ليفر من العمود اللي في النص ولو في حد انترست انه يعمل هيليكال ستير انا ممكن اقولك بعد كده يتصمم ازاي انا هاديكو هاقولكو بس بسرعة السلم التقليدي يبقى اللي هنا المين اللي بتصمم في الهيليكال ده هو الستير هي دي اللي شايلة نفسها كانت ليفر من العمود هادي هيليكال ستير اهو وهدي هيليكال ستير بيستخدم حتى في البلات والكلام ده واخد بالك ده سلم موبايل ستير بيتحرك فبركبين السلم بالهندريل بالستيبس بتاعتنا ممكن يتشال ويتنقل في اي مكان ساعات بيعمل السلم ده السلالين دي مستخدمة كتير جدا بيعمل وان بيم وعليها الستيب نفسها شايلة نفسها كانت ليفر من الاتجاهين كل حاجة طالما انت عارف الستيبس بتاعها تقدر تصمم ده سلم بيتركب ويتفاكب مش مشكلة بتاعتنا دي سلالين ما هي جاية يعني لسه بتركب لها اش درجات وبتيجي هتتركب بيتلحم على دول في البيم بتاعتها ده سلم ساعات بيبقى عايز الفينيشنج فوق السلم هوريولك اقرب لك على الصورة دي شوية ساعات بيبقى عايز يركب رخام على السلم بالستيل عاوزي يباينش اللي طالع يبقى طالع كأنه طالع على سلم عادي خالص فهنا بيعمل ايه؟ بدل ما بيقى كنا عاملين الدرجة بتاعتنا كنا عاملينها زيت سيكشن عملناها ايه؟ بص يو سيكشن وملاقها غرصانة عادية ولزق فوقها الرخام بتاعه بهذا الشكل زي ما انت شاهد يبقى السلم ده عشان يحط يعمل فينيشنج بالرخام بتاعتنا بهذا الشكل اهو ماشي؟ ادي استير بي مهين شانل وعليها الكاميرا الدرجة نفسها معمولة يو عباء رخام ملاقها صب فيه رخام سوري صب فيه خالصانة عادية من جوه وحط الرخام سبته فيه ماشي؟ ده شكل استاتيكال سيستم لسلم تقليدي عامل عمود في الحرف يشيل عليه السلم شايل على العمود ده الكاميرا كسيرها مع السلم يعني لو تقرب شوية هتلاحظ ان الكاميرا بتمشي تشانل كده وبعين تمشي بهذا الشكل ويلحم هنا فول بنتريشن ويلد ما بين قطاعين لتشانل عشان يعمل استمرارية للكاميرا وبسبت هنا الدرجات بتاعته بزاوية مصمرين ده شكل مقرب شوية ده البيز بتاع كاميرا السلم مع الأرضية ودوت الدرجة بتاعتنا الستيب مربوطة في التشانل بتاعتنا مصمرين بهذا الشكل دي الصور القطاع دي متاخده من ثلالب حقيقية متنفذة ماشي؟ طبعا نعم هو في الزيط سيكشن ده هو ليه مش مربوطين ببعض الدرجة اللي فوق اللي تحت يعني فيه فراغ ما بينهم في النص يعني وحتى مش نزلة يعني على نفس فلانجة طبعا نعم را واحد نعم را واحد في بعض الأحيان المعماري بيدي عدد الدرجات بحيس يحصل يعني شوية ميل مفروض ديت ميل شوية حتة دي شايف دي ديت ميل شوية واخد بالك بيبقى مش عايز ان هو عايز يبقى فيه يعني وهو طالع رجله مش بتجيبي الآخر براعي شوية ساعات ان فيه ناس بتبقى ازا كانت المسافة دي اقل من 22 سنتي مسلا فممكن قوي تلاقي اللي طالع رجله تخبط في بوز السلم تهمني؟ تمام دي حاجة معمارية بلاش علقها بالانشاء هو عايز الناس يدي فرصة للناس اللي رجلها كبيرة شوية ان هم ما يخبطش فيه الحدة دي طيب انتو شايفين كده خلاص شايفين لا ما فيش حاجة ده ما فيش حاجة طيب هعمل شيرت اه سوري بعدش كده ظهرت ايه تمام كده ظهرت اوكي ماشي خلاص اخوانا طيب طبعا فيه نوع سلالم اخير اللي هو بيسموه اللادر اللي هسا السلالم او بيسموه عندها بالعرب السلالم البحاري اللادر ده بيبقى ممكن يبقى ميل بزاوية ميلة قريبا من التسعين او ممكن ساعات تسعين بس ده مش يعني مش هناخد تصميمه انتو بس بتشوفوا اشكاله عاملة ازال اوكي خلاص اخوانا طب تعالوا هنتكلم على البورد بقى نفسها زي نصمم السلوم لحظة هفتح لكو الشاشة تانية معايا ثواني هفتح بس محاضرة تانية ها تماما بصوا بصوا جماعة بقى نعم ها تماما بصوا بقى احنا هكتب لكو دلوقتي على هزي السلايد نشوف احنا ايه اللي هنعملو لو احنا عايزين نصمم الدرجة احنا اتفقنا مع بعض ان الدرجة عندنا درجة السلم عندنا هي بتكون فلات يعني مفروض ان درجة السلم هتشوف حالي انا دلوقتي بهذا الشكل معي العرض بتاع الدرجة دي هو ايا جماعة هو مفروض ان انت افرد ان انت حسابت درجة عندك مثلا عرضها هنفترض مجازا بتاعيتها 30 سنتي والمسافة وتخانت الدرجة دي ستة ميلي شكر دي بليتر انا استخدمته ستة ميلي وعرض السلم بتاعي كان متر حد يقدر يقولي المومنت عليها كان بسرعة كده دلوقتي دا بليلس كوريا التمانية هشوف اللوت بتاعي طيب حالي يبقى اللوت عندي على الكاميرا دي اي بقى تعالوا اول حاجة اول سؤال هو اللوت على درجة نفسها اول حاجة هو اللوت اللوت قدي ايه عندي الوازدها قدي ايه الوازد التكست بوك ادي اهو الوازد عندي دا معلش انا بس عشان ايه دابليو ديت خمسين كيلو جرام على المتر المرابح يبقى اول حاجة وزن الصاج نفسه او الشاكر دبليت نفسه في حدود الخمسين كيلو جرام على المتر المرابح ها طيب اللوت قدي ايه ها اللايف لود ادي ايه اخوان نص دكتور بص اللايف لود بتاع اي سلالة في الدنيا بيكون هو اللايف لود بتاع الفلور نفسه متزود عليه متزود عليه ميت كيلو يعني افرد انت بمصم مبنى اداري اللايف لود فيه امتين وخمسين كيلو جرام على المتر المرابح في حالة الامرجنسي الناس كلها بتجري على السلالة فبنزود شوية اللايف لود بتاع سلالة في حالة الامرجنسي التصمية لدينا بصلم اللايف لود بتاع السلالة بصول تحالة الامرجنسي على المتر المرابح ماشي اخوانا ايه ينام تابعول مورمات كل الأحمال لما كان سلم بتاعنا في مبنى افريد انت مصمت في مبنى اساسي خازن. بتاع المخازن خمسمائة يليل. اوكي? اه. تمام. تصميم السلم على لايرلود. المشكلة انك هتلاقي ان البنة جدا. ايه لان بتاعي مش او تصمتي مش كده? وكمان. عرض السلم تلاتين صند. انت هتابد اللوت دي اللي هي خمسين. خمسين على الف اللي هي بوينت او فايف. مضروبة في عرض السلم اللي هو بوينت سري. او او بوينت سيكس وسيحظهك رقب كبير في او بوينت سري هيديك 0.18 طن على الميتر رن أما تأخذ الكلام ده وتتربط دابل ويسكول على تمانية في الدرجة هتلاقي رقم قليل جيتر خلي بالك أنه بالنسبة للستيب في كيس تانية كونسنتريتد لوت وزن شخص طالع شايل أي معدات قدامه 150 كيلو جرام أو 0.15 طن كونسنتريتد في النص يتأخذ يدى وغالبا الكونسنتريتد لوت يتعديك أكتر هتحسب الام داد والام لايف وتحسب الام اللوت كومبينيشن 1.2 داد زائد 1.6 لايف ويبدأ المكس مومنت على دكتور معلش كلها جماعة حسنا نعم 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 نحن بنحسب الدرجة بتاعتي هي دي يا بس وفيكو بينها وبين الدرجة اللي فوقها لا أنا هو مش المفهود إن إحنا هنصمم في الاتجاه التولي اللي هو ما بين القمرتين يعني أنا نرى في الاتجاه التولي تعال نرجع للشكل بس عشان ما 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 لا تختلفش. هجيب لك شكل ايه؟ اهو. الدرجة دي. اه مش دي درجة. هجيب لك سلم ريئة حقية بتاعك بالزبط عشان ما 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 نتخانقش. الدرجة عرضها كامل. وليكن تلتمية. مسلا. ليه تلتمية بتاعتنا. يبقى كروز بتاع الكاميرا دي هصممها زبيم. الكروز بتاعها ايه؟ تلتمية في الارتفاع بتاعها وليكن مسلا. طيب يبقى اللود عليها بيساوي كام المومنت بساوي كام. المفروض دابليو سكويرة عالثمانية. ده مش الال. ده كروز سكشن. التلاتين سنتي دي. اللي انا رسمها لك هنا دي. الاخر دي كروز سكشن يا باشواندس. دي كروز سكشن بتاع الدرجة. انا انا الدرجة بتاعتي خدتها افلات. انا بديك فرض جدلي غلط. ان الكاميرا بتاعتي هاخدها افلات. انا مش اخدها افلات. بس بس بثبت لك ليه انا ما اخدتاش افلات. انا في السلال المستيل انا مش محتاج الحتة الرقصية دي يا باشواندس. تعال نرجع تاني. بص الدرجة دي. واخدها افلاتة هي. مش كده. ماتناش ما اخدش حتة بقفولة هنا. الحتة المقفولة دي مش بشغلها معا. ده الدفولت. انك بتعمل السل بالستيل بتاعك بفتوح. ماشي? بس انا هتطر في الشاكر بليت ان انا اتني الحتتين دوله وهاقولك ليه. بس معايا الاول. قصدي ان انا دوقتي مثلا. انا كده انا كده انا كده انا كده سويت السيمبل اه يعني في حتة البتاية السيمبل كده سويتها بالكانتليفر في حين ان انا ممكن يكون عندي مومنت عالكانتليفر كمومنت كشكل عام يعني على السلم. اعلى ممكن. خلينا بس. الكلام ده مش بالكلام. الكلام ده بالحسابات. احسب البندق مومنت هنا هتطلع كام بس اقول لي انت كده. ام داد هتطلع كام? اه هتطلع معي بو بوينت او وان فايف. امسك انا كده اتروح احسب معي. سيب ان احسب انا. اه دكتور. او بوينت او وان فايف في مسلا افترض من السلم متر او متر ورابح. او بوينت او وان فايف في واحد ورابع تربيع على تمانية. هيطلع. حسنا بوينت او و او سري متر تن. komplне MEN اطلع بو بوينت او سري متر تن. واللايف 1.18 في 1.4 تربيع على 8 0.035 100 تعال نشوف الكنسنترات 0.047 مش كده? اكتر من صح? يبقى ده صح? يبقى الامة بتساوي كم? واحد وتنين من عشرة في 0.003 صح? زائد 0.047 في 1.6 صح كده? يطلق كم? ايه يبقى 0.7556 0.07 لا مش 0.7 مش 0 0.7 ايه يبقى 0.0 ايه يبقى 0.0 0.075 مش كده? لا في حاجة عادة غلط لا في حاجة غلط ايه يبقى ايه يبقى 0.018 0.0788 ايه يبقى 0.08 ايه يبقى 0.6 ايه يبقى 0.6 بتاعتنا بتساوي كم? بي تي تربيع على 4 صح? البي بتاعتي 30 في التي اللي هي 0.6 تربيع على 4 يساوي بي تي تربيع بس عشان نصلاح عشان تبقى راضحة بي تي تربيع على 4 30 2.7 0.7 2.7 2.7 2.7 سنتيمتر كيلوط صح? ايه يبقى ال M بتاعت هذا القطاع بتساوي كم? 2.7 فيه كم? في الف يلد بتاعته الف يلد بتاعته اللي هي 2.4 ها? ها? هتساوي هتطلع ب 6.48 6.48 4.8 سنتيمتر سنتيمتر طن سنتيمتر طن خلي بالك ها? ها? صح؟ 5 يبقى 5 5 5 0.85 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 عشان كده الحل بقى هنا كان ايه؟ انك استخدمت cross section اللي هو z section. فاهمت كده؟ هتلاقي الانيرشيا بتاعت البليت ده هتترفع عشر اضعاف الانيرشيا بتاعت او عشرين ضاعف الانيرشيا بتاعت البليت. انت مين اللي كنت بتسأل ني دلوقتي؟ ايو انا زياد دكتور. ايو ازياد. فاهمي يا زيادة اللي مش فهمي. احسب الانيرشيا بتاعت هذا البليت. خلي بالك بقى انت مش هتطر انك ازاكات المسافة دي بينهم من بعض 19 سنتي او 18 سنتي مش هتطر ان تستخدم التسعة كلها. مجرد ان تستخدم حتى هنا حتى خمسة سنتي وحتى خمسة سنتي هتلاقي الانيرشيا زادت عشرين تلاتين ضاعف الانيرشيا. عشان كده مستحيل انك تلاقي مستخدم في السلالة. لازم تكون يا ايما تشانل يا ايما زياد سيكش. تماما ايضا. فهمتون يا اخواننا؟ يبقى الانيرشيا بتطلق عن سيف. طب من باب اولى الانيرشيا دي خلي بايا لك. تعالا بقى انبص على سلم تريد دي منشتر. هرجعك تاني للسلالم العادية بتاعتنا دي بايا. ادي الدرجة هي بص كده. الحتة مش بالضرورة ان هياخدها بكامل الارتفاع. ممكن يقللها شوي. هدينة في السلم الايزومتريك المرسوب ده كده يا زياد يا الناس كلها لب سبعاني. طبعا اذا كانت الستيب نفسها طلعت انصيف. من باب اولى كمان اللاندن جهيطلع عن سيف. مش كده؟ اللاندنج هيطلع عن سيف علشان برضو نفس القصة. لو انت حسب البندنج مومنت على اللاندنج كله. هتلاقي انه هيطلع برضو الاستريس فيه عالية جدا لانه انيرشا بتاعته ضعيفة قوي في الاتجاه. عشان كده بيجي هرسب لك هنا دلوقتي حالا قدامك هنا. في اخر سلايد انا هحط لك سلايد تانية. لو خدت اللاندنج ده الكروس اكشن بتاعه هتلاقيه عريض كده سوري. هنا ما يقدرش يزود الانيرشا بالطريقة اللي استخدمناها في زيادة الانيرشا عند الاستيبس. ليه؟ لانه لو عمل احرف هنا هتطلع له وفين فوق. مش كده؟ فهنا في البليت نفسه هو بيزود الانيرشا بتاعت البليت انه بيحط لها زاوية. زاوية ازاي؟ بص كده. شايف هتلاقي الزاوية دي هتنقلل السجير بتاعه من نص البليت هيبقى في مكان ما هنا. والزاوية دي اشتاق و المسافة الحتة ما بين. من هنا لانا. هنا من السنتر لاين للسنتر لاين. تقدر تمسك حتة من السنتر لاين للسنتر لاين كل ستين سنتي او كل خمسين سنتي. وتحسب الانيرشا بتاعه تحسب السي جي بتاع دي هيجي في مكان ما هنا. تحسب السي جي بتاعها تحسب المومنت بتاعها. وتقسم المومنت على الزاوية بتاع هذا القطاع تطلع ال ايه? التقصد تحسب الانيرشا من المهم اللي بشره القطاع ده. وتقرنه بالالتبات مومنت اللي جاي عليه. يبدأ هنا عارفنا هنستخدم استفنر كل مسافة قد ايه في اللندن بتاع السلم. يبقى الحتة اللي في النص. اللان بتاع السلم اللي هي الحتة دي. الناس اللي فاتح المايك. هنا بص كده لو بصيت هنا في المسألة دي اللي مجاهد تود زوايا كل مسافة عشان تعمل ده الاختلاف الوحيد ان انت الممكن مفروض ما تعرفوش يعني قلنا لك عليه دلوقتي يبقى اللاندنج هتصممه والدرجة هتصممها الكاميرا نفسها بتاعت السلم كلام فاضي انت عرفت بتاعها اهي شايلة نص البسطة السلم وشايلة نص قلبة السلم تقدر تحسب اللود عليها يونفر بلود وتقدر تحسب المومنت الديد والمومنت اللايف وتصمم وتحسب اللود كومبينيشن كريتيكال وتعمل تشك على الشانل سكشن ده ماشي اخوالنا ده الموضوع بتاع السلالة موضوع بسيط لكن كنا بنحب نفتح لك بس تقدر تعمل ايه في هذا الموضوع طيب تقدروا بقدر اللي عايز يسأل ارفعوا قضيكو ونشوف انتوا عوزين تسأله في ايه ما شاء الله كلكم عندكوش اشا سئلة طيب برضو كل حاجة بالتجربة فانا هرجو من حضراتكو ان اللي عنده ميزان فلور يبتدي يصمم السلم بتاعه اكيد هيقابله مشاكل انا ما عنديش مانع في اي وقت في الاسبوع الجاي انتوا فرصة ان انتوا امتحاناتكو بتأجيلة ما عنديش مانع ان في اي وقت حضراتكو تطلبي مني يعني خلوه زياد هو على اتصال بيه يطلب مني ميتين تاني لو انتوا عوزين تخلوه للاسئلة بعد ما تبدو تحلو السلالة بتاعه دكتور دكتور العمودي اللي شايل السلم لو انا مش مستخدم الكاميرا ده هيتنيل عليه مومنت من السلم ولا لا هيبقى عليكم بريشن بس وصح في نقطتين مهمين انت سابعني كويس؟ هلو؟ ايو 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 سابعني طيب عندك حاجتين مهمين اهم حاجة الاستابيليتي لو انت عامل عمو وتشايل السلم بس لازم تظمن ان يكون استابل في الاتجاهين اكس و اي ماشي؟ لازم تهتم انك تربطه بعد كده السلم بيبقى simple support عالعمود فه هو بينقل عالعمود فقط نور Ми بيضا علش مومنت تمام ه انت بس بس تمام ها هم هم على انو برضو متوقع ان يزهرلكم مشاكل وانتو بتحلو فتاني تواصلوا مع زمالكم بعد ما كلكوا تشتغلوا في السرالم ارجوكم يعني انا يعني لو عاوزين خلوا زيادة اتصل بي و هعمل لكم زوم ميتين في اي معادي ناسبكم بحيس ان احنا ان شاء الله ممكن نخليه للاسئلة بس اوكي معلوش دكتور او ممكن للسبس دي ايوب ان ولا 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 لازم يكون كون لا ايوب ان يا راجل حرام عليك تقيلة جدا تقيلة جدا لليوب ان يعني الشغر دبليت ده هتلاقي الدرجة الواحدة بتوزن المتل الطولي منها مثلا عشرة كيلو تمانية كيلو ماشي اليوب ان اقل واحدة فيها اتنين وعشرين كيلو داني حرام ايوب ان تستخدم في الكاميرا المين بيم دي زي ما انت شايفة اهي اهي سي بي ان الكاميرا بتاعتنا اللي هي التشانيل اللي عادية الهوت رولد كي فيها سئلة تانية طيب خلاص يا جماعة تتوكلوا على الله ولو في اي حاجة برضو خلو زيادة يتصل بيا ونحدد ميتينج تاني اوكي سلام علي اشتركوا في القناة